اشتركوا في القناة ومنطلاب الانتساب كان بيقبل 289.5 درجة ما يعادل 70% بعد ما بتدخل الكلية بتبدأ رحلتك مع التنسيق الداخلي التنسيق الداخلي وده اللي بيوزعنا على الأقسام بتاعة الكلية الأساسية بقى اللي احنا بنتدهي نتخصص لها او ندخل نتخصص من سنة اولى نظام الدراسة عندنا 4 سنين وبنتدهي نتوزع على الأقسام على حسب الشروط عندنا أقسام مشروطة وأقسام غير مشروطة الأقسام المشروطة عندنا أول قسم معنا هو قسم اللغة العربية ولازم تكون جايب في اللغة العربية ما يعادل 70% وبتطلع من القسم تشتغل مدرس لغة عربية أو مصحح لغوي تاني قسم معنا هو قسم اللغة الإنجليزية وده بيكون ليه اختبار قدرات بتتحدد أول ما بتدخل الكلية بتروح تسأل في الإدارة عن معادل الاختبار وبيكون بياخد أعلى الطلاب المتقدمين بمجموع السنوية العامة ومجموع اللغات ومجموع الاختبار كل دول بيتجمعوا وبيتم الاختبار أو قبول الطلاب على أساسه قسم اللغة الفرنسية وبيقبل أعلى الطلاب المتقدمين دي على أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى وبعد اكتياز اختبار الكبول قسم اللغة الصينية وده من الأقسام الجديدة في الكلية واللي بتقبل أعلى الطلاب المتقدمين بنسبة بمجموع اللغات وسنوية العامة واختبار الكبول قسم اللغات الشرقية وبيقبل أعلى الطلاب المتقدمين بحيث أن هم يكونوا جايبين في الثلاث لغات مجموعهم يكون 85% قسم فوناتكس بيقبل أعلى الطلاب المتقدمين ليه بمجموعة السنوية العامة واختبار الكدرات ومجموعة الثلاث لغاية وبتتخرج منه تشتغل أخصائي تخاطب قسم جغرافيا بيقبل أعلى الطلاب المتقدمين ليه بمجموعة السنوية العامة مضاف ليهم لو كنت أدبي مضاف ليهم الجغرافيا ولو كنت علمي علوم الجيولوجيا ولو كنت علمي رياضة رياضة 2 بتخرج منه بيشتغل في التدريس أو أخصائي مساحة قسم الأثار قسم الأثار بيقبل أعلى الطلاب المتقدمين ليه بمجموعة السنوية العامة مضاف ليهم للغة الأجنبية الأولى والتانية قسم مسرح قسم مسرح من أهم مشروطه أنك تتقبل في الاختبار العملي قسم مكتبات من أهم مشروطه أنك تكون جاي بمجموعة يعيد 75% في اللغة العربية واللغة الإنجليزية الأقسام غير المشروطة عندنا قسم علم نفس وبتخرج منه بكون أخصائي نفسي عندنا قسم اجتماع عندنا قسم أنتر بيولوجي وهو علم دراسة الإنسان عندنا قسم كمان فلسفة وتاريخ كمان عندنا البرامج الخاصة ودي بتكون بالمصرفات عندنا قسم جيوماتيكس وده بيقبل أعلى الطلاب المتقدمين بمجموعة السنوية العامة مضاف ليهم اختبار الكبول كمان عندنا قسم اللغة التطبيقية وده بيقبل بمستوى اللغة الفرنسية أنه يكون P2 ومستوى اللغة الإنجليزية يكون P1 عندنا كمان قسم الصوتيات واللغة القضائية وبيقبل قعدة الطلاب المتقدمين بمجموعة السنوية العامة زائد مجموعة 3 لغات مضافة لهم اختبار الكبول ودي كانت رحلتنا في التنسيق الداخلي من الأقسام المشروطة وغير المشروطة والبرامج الخاصة وفي الآخر حاب أقول لك واصل عملك دوما علشان توصل للي نفسك فيه